كورونا فيروس المرعب ماذا كورونا فيروس مرعب؟ ليش هذا الرعب في العالم؟ ثم سأتحدث أخيراً كيفية مواجهة هذا الفيروس أول محور ما هو كورونا فيروس؟ كورونا فيروس هو فيروس يصيب الحيوانات أساساً ثم ينتقل من الحيوان إلى الإنسان وبعد ذلك ينتقل من الإنسان إلى الإنسان ويصيب أساساً للجهاز التنفسي العلوي ويؤدي في الغارب إلى نزلة برد لكنه ممكن يؤدي إلى التهاب رئوي حاد كورونا فيروس له صفتين أساسية الصفة الأولى أن سمي كورونا فيروس نسبة إلى الكلمة الإنجليزية كراون يعني تاج وبالتالي نسميه الفيروس التاجي أو ندلع ونقول عليه الفيروس الملكي هذه الصفة الأولى الصفة الثانية فيروس كورونا لديه صفة مهمة جداً وهي قدرة على التحور قدرة على التغير وهذه الصفة المهمة لكورونا فيروس الآن ستحدث يحدث عن النبضة التاريخية لهذا الفيروس. بدأ كورونا فيروس بالانتشار في الصين عام 2002. وكان مصدر الفيروس يومها الخفافيش والقطب. سمي يومها الفيروس بسارس كو. كان يهاجم هذا الفيروس ويهاجم الجهاز التنفسي وأدى إلى مرض مفزع. هذا المرض سمي المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة أو بين قوسين السارس. عاود هذا الفيروس الانتشار في منطقة الخليج والشرق الأوسط في عام 2012. بعد حدث أن تحدث تحور في هذا الفيروس وكان مصدر الفيروس الجمال. ويقال أنه كان الخفافيش تصيب الجمال وبعدها عندما تصاب الجمال تنقل المرض إلى الإنسان. سمي الفيروس هذا سمي فيروس كورونا الشرق الأوسط. وكان يهاجم الجهاز التنفسي وأدى إلى مرض شهير سمي متلازمة الشرق الأوسط. تنفسية أو يسمى ميرس. وهو عبارة عن التهاب رأوي حاد. عاود الفيروس الظهور حديثاً في نهاية 2019 في الصين في مدينة يوهان الصينية. حيث حدث تغير في الشفرة الوراثية لهذا الفيروس. ولأن الفيروس يشبه السارس. اكتشفوا هذا الفيروس الجديد يشبه السارس. فسموا الفيروس الجديد سموه سارس كو اثنين. وسمي المرض سمي كوفيد 19. وخطورته أنه يمكن يؤدي إلى التهاب رأوي حاد. ما معنى كوفيد 19؟ كو معنى اختصار كورونا. في اي معناها فيروس. دي معناها ديزيز يعني المرض. وتسعة عشر إنه كناية على السنة اللي اكتشف فيها لالفين وتسعة عشر. وبالتالي نسميه كوفيد 19. الآن حارض لكم مقارنات بين هذه الثلاثة الفيروسات اللي تكلمنا عليها. السارس والميرس وكوفيد 19. السارس عدد الإصابات كان ثمانية ألف واربعينة وثلين وعشرين إصابة. الوفيات كانوا 916 عدد الوفيات. نسبة الوفيات تمثل تقريباً 11%. بالنسبة للميرس اللي هو فيروس كورونا الشرق الأوسط. كان عدد الإصابات تقريباً 2464. عدد الوفيات كانوا 850. نسبة الوفيات ما يقارب 34% وكانت نسبة عالية. بالنسبة لكوفيد 19 اللي احنا فيه اليوم يوم الثلاثة 18-2. عدد الإصابات إلى اليوم 72530 إصابة. عدد الوفيات إلى اليوم 1870 إصابة. إذاً نسبة الوفيات قليلة 2.2% يعني النسبة ما هيش كبيرة لسبة الوفيات. لكن المشكلة في هذا الفيروس مشكلة انتشاره الكبيرة. كل هذه الثلاثة الفيروسات تنتقل كلها عن طريق السعاد، عن طريق العطس، عن طريق المصافحة، عن طريق لمس الأسطح الملوثة. طيب، لماذا الرحب من هذا الفيروس؟ ليش العالم كله مرعوب من هذا الفيروس؟ الرحب هو أساساً الفيروس هذا فيروس عادي. لكن خطورة تكمن في أمرين. الأمر الأول أنه نتيجة التحور نتج فيروس جديد. هذا الفيروس الجديد، الجهاز المناعي لا يعرف عنه شيء، فكان هذا مصدر الرعب الأول. مصدر الرعب الثاني أنه قدرة الفيروس على الانتشار قدرة كبيرة جداً. ليش؟ لأن فترة حضانته تستمر إلى تقريباً أسبوعين أو أكثر حتى. فتخيلوا الشخص يصاب اليوم، يصاب اليوم، وما في عنده أي عراق وهو جالس يعدي الناس، ولسه العراض ما ظهرت بالنسبة له. فهنا خطورة هذا الفيروس وأصبح الرعب من هذا الفيروس. الآن نأتي إلى كيفية مواجهة هذا الفيروس. لمواجهة هذا الفيروس ليس أمامنا في الوقت الراهن، مع أنه في اكتشاف لأدوية لا زالت تجرب، لكن ليس أمامنا إلى الآتي. أمامنا أمران، إجراءات وقائية، والأمر الآخر تعزيز الجهاز المناعي. الإجراءات الوقائية، أول أمر لا بد نعزز هذه الثقافة في مجتمعنا، للحماية من أي مرض، الغسر اليدين باستمرار، بائما بالماء والصابون. الأمر الآخر، أي شخص نقول له يعتص أو يسعل، لا تعتص في الهواء، لا تعتص في يدك، اعتص في مناديل أو في كوعك. الأمر الثالث، تجنب بلامسة العينين أو الأف. الأمر الرابع، لو انتشر مرض، تجنب الأماكن المزدحمة. الأمر الخامس، استخدام المطهرات لتنظيف الأسطح والأشياء المحيطة. نستخدم المطهرات لكي نقضي على الفيروس. الأمر الآخر، المهم جداً، تعزيز المناعة. أنا سبق وأن حقيقة أنزلت مقطع فيديو، سميته النصائح الذهبية لتقوية الجهاز المناعي، وضيف عليه نصيحتين إضافيتين مهمتين. النصيحة الأولى، لا بد من الابتعاد عن السكر. أثبت الدراسات بلا مجال للشك أن السكر له دور كبير في تثبيت الجهاز المناعي، فعلى الناس أن يبتعدوا عن السكر، ويأكلوا يشربوا شاه، ويأكلوا مأكولات بعيدة عن السكر. الأمر الثاني، قضية النوم. نحن للأسف الشديد في عصر الحاضر، قلبنا الليل نهار، والنهار ليل. كثير من الناس لا تنام إلا على الفجر، فنحن نقول للناس لابد من النوم، والدراسات تثبت أن كلما كان النوم مبكراً، كلما كان له دور في تعزيز الجهاز المناعي. أرجو السلامة للجميع، وحفظكم الله، وشكراً جزيلاً لكم.